في البداية في عدد كبير من الرسائل الإيجابية أتت ويمكن شفناها بعد اجتماع سات الرئيس مع المستشار الألماني وكان فيه كلام على الاستثمار الألماني بشكل عام في مصر ولكن قطع زيارة الرئيس الألماني لمصر عدد كبير جدا من الشكوك حول هذا الأمر نذكر هذا في البداية قبل ما نخش فيه اجتماع الدكتور مصطفى مدن خلينا زي ما حتك تفضلت الاقتصاد أو المؤشرات الاقتصادية الموجودة دلوقتي اللي انت بتشوفها إذا كانت إشادة من البنك الدولي إشادة من مؤسسات التقييم الاستثمارات اللي داخلها مصر ده نتيجة الإصلاحات الاقتصادية اللي انت عملتها وكانت بدايتها التأثير الفعال فيها في 2016 هذه الإصلاحات الاقتصادية هي اللي النهاردة جابت لك استثمار واستكمالا لها اللي عملته في 2020 وما تم في 23 من تحرير سعر الصرف وعمل مرونة لسعر الصرف هو ده اللي جذب استثمارات عندك فكافة للستثمارات مش بس مع ألمانيا يعني خلينا حضرتك ضربت مثال بألمانيا لأ قابلها كانت تركيا قابلها انضمامك للبريكس الاتفاقيات اللي عملتها مع الصين كأكبر دولة مصدرة مصدرة في العالم واتفاقيات كلها في مجالات اتصالات التكنولوجيا المعلومات كانت دكتور عامة طالعا حضرتك صناعة تكنولوجيا تجارة تدريب الاهتمام بالعمالة كل هذا بيؤثر على مؤشراتك الاقتصادية وفي نفس الوقت بيعود عليك بالنفع في انه بيضبط الميزان التجاري انك تجد مجالات ان انت تصدر في اطار التعاون مع هذه الدول مصدر انه وعد كمان في المجالات الاقتصادية بتاعتها ما بقناش بنشتغل على ان انا مثلا عايز اصدر فاصدر مواد خيم اصدر اصدر منتج زراعي بس اصدر منتج اه او اركز على الصدرات النفطية لا انا النهاردة بقى عندي تنوع في الصدرات وفي نفس الوقت تنوع في مصادر الدولار يعني انا مش ثابت على ان يجي لي مصدر الدولار السياحة قناة السويس لا انا النهاردة بقى عندي استثمارات بقى عندي شراكات بقى اه اتحول الدين لاستثمار بنعمل تبادل في اتفاقيات التبادل بتاعة العملة ودي حاجة مهمة جدا عشان تخف ألعب على العملة الصعبة اللي انت بتحتاجها لما نعمل اتفاقية مع الامارات بخمسة مليار درهم تبادل عملة كان قابليها مع الصين بما يعادل تلاتة مليار دولار انت بتتبادل بالعملات المحلية طب فايدت هذا التبادل ايه بالنسبة لك وفرت عملة صعبة وفرت عملة صعبة خليت المستثمر ده هياخد المية وعادل بالجنيه هيعمل بايه لاما هيشتري منتجات من عندك في اطار التبادل التجاري بينك وبينه لاما هيحط في استثمار